ثمانية بنوك أوروبية من أصل 90 بنكا فشلت في اختبار التحمل السنوي الخاص ببنوك أوروبا والرامي هذا العام لتقويم قدرة هذه البنوك على مواجهة أي أزمة اقتصادية محتملة الهيئة المصرفية الأوروبية في لندن أوضحت أنه يتعين على هذه البنوك الثمانية ومن بينها خمسة بنوك إسبانية توفير مليارين ونصف المليار يورو لتعزيز رؤوسيا موالها هل أن هذه البنوك التي فشلت في الاختبار تحتاج إلى المزيد من رأس المال أم إلى إعادة رسملة لأنه إذا كانت لا تحتاج إلى المزيد من رأس المال فإنها لم تفشل في الاختبار وأشدد على السؤال الرئيسي هو هل أن هذه البنوك في حاجة إلى المزيد من رأس المال لمواجهة وضع شديد والجواب هو لا وإلى جانب البنوك الإسبانية هناك بنك نمساوي وإثنان من اليونان لم تحقق بدورها مستوى كفاية رأس المال الاستهلاكي المطلوب المعايير المعتمدة في الاختبار كانت بصورة الاستثنائية متقشفة ومتطرفة وبالنسبة إلى البنوك اليونانية كانت المعايير أشد تقشفا لأن البنوك اليونانية عليها التتعامل مع عزمة ديون الوطنية والنظام المصرفي اليوناني يمكنه مواجهة الأزمة وله ما يكفي من رأس المال والشروط الضرورية للوفاء بمتطلبات المذكرة التي تتسم بطابع أكثر تقشفا وفي مجتازة البنوك الفرنسية الأربع لاختبار بنجاح تخطاه بصعوبة 16 بنكا هي 7 بنوك إسبانية وبنكان برتغليان وألمانيان ويونانيان وإيطالي وقبرسي وسلوفيني